ومن العاصمة انجمنا الى اقليم البطحاء وترأس حاكم اقليم البطحاء جان برناندا بداري اعمال الجمعية العمومية للجنة الاقليمية للصليب الاحمر بالاقليم كان ذلك بحضور نائب رئيس الصليب الاحمر والعملين بهذا المجال من المدينة اتيا محمد طهر شبرين الحر وهذا التقليل تنعقد الجمعية العمومية للجنة الاقليمية للصليب الاحمر بالبطحاء تحت شعار إعادة الهيكل والتعزيز وتهدف إلى تقييم نشاط الأربع سنوات الماضية ووضع أسس وخطة جديدة بغية تحسين أداء الصليب الأحمر للسنوات القادمة نائب رئيس الصليب الأحمر الشادي خال أحمد سنوسي الذي قدم من العاصمة للإشراف على العملية طلب من المشاركين ضرورة المراجعة بكل حرية نقاط القوة والضعف للفريق الحالي على مدى السنوات الأربع الماضية حاكم إقليم البطحة جانبرنار باداري الذي ترأس افتتاح واختتام أعمال الاجتماع ذكر المشاركين بأن إقليم البطحة بحاجة لعمل الصليب الأحمر نظرا لوجود بعض الأزمات كالكوارث البيئية مثل الحرائق إلى جانب الأمراض وسوء التغذية كما هنأ الحاكم فريق اللجنة الإقليمية لصليب الأحمر على إنجازاته خلال الفترة الماضية وبعد المداولات انتخب المؤتمرون فريقا مع تجديد الثقة للرئيس السليك عبد الكريم ونائبه عمر الضيف